اشتركوا في القناة 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 الوداجة الناس اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الراجل خدم بعثة الصحفيين بشكل كبير جدا الراجل كان ما بخلش علينا بأي مجهود بالعكس ده كمان دخل في مناوشات مع الأمن التونسي ووصلت للاعتداء بالإيد وكانت هتقوم يعني مشاكل كتيرة جدا لولا برضو تدخل الدنيا والدنيا هديت معقول آه يعني هو الراجل قال له أنا نائب سفير أنت بتزقيني وتضربني فطبعا كانت مشاكل كبيرة جدا وكانت كلام فيما معناه ردا على إحنا شوفناه في برج العرب طب إحنا الناس يعني ما لهاش أي زنب إحنا عايزين نخش ده من رجال الأمن لهناك آه بالزبط كده آه بالزبط يعني مناوشات وصلت للمرحلة اللي هي تراشب بين بلدين هو إيه اللي حصلهم في برج العرب لتصريحات أنا يعني على حد سامعي اللي حصل إن مشجعين التراجي التونسي في برج العرب يبتدوا أنه هم يبوزوا ويعملوا تلافيات في الأستاذ لا ده ما حصلش من جمال النادي الأهلي بالعكس خالص خالص الكلام كله إنه ده ردا على المعاملة اللي شافتها بعثة التراجي في برج العرب بناءا على التصريحات اللي قالها معيني الشعباني المدير الفني للتراجي فكانت خلت حالة من الشحن حتى بين أعضاء الأمن اللي بيأمنوا المباراة هو تصريحاته كانت إن بتم تفتشهم أوعدوا نص ساعة بيتفتشوا هي دين معاملة سيئة بالنسبة لهم لا هو شايفين إنهم في حصلت إهانة وحصلت اعتداءات حسب ما بيقال هناك في الأعلام التونسي لكن أنا شايف الدنيا كانت هناك مشحونة حتى مش جماهير بس لا وكمان بعض أفراد الأمن نرجع تاني ونقول إن كل مسؤول لازم يتقي ربنا في كل كلمة بيطلعها من بقول إنه بينحاز وراء مجموعة كبيرة جدا من الناس فلو هيدلهم فهيدلوا وراء كتير أول ما ده اللي قاله كابتن محمد يوسف المؤتمر الصحفي قال إذا كان أنت قولته حصل كذا 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 في برج العرب ما اللي إحنا شفناه هنا إيه حتى الزمن المصورين برضو وتعرضوا الاعتدائيات من الأمن التونسي صحيح قبل دخولهم الملعب بحثة الصحفيين وصلت الملعب أو دخلت الملعب بالفعل ومع قبل صفورة الحاكم بدقائق اللي هي الصور التسكرال الفريقين ودخولهم الملعب عدنا ساعة وراء كاملة تعصف مش عارف إيه سببه بصراحة حتى لما دخلنا مأسورة الصحفيين المأسورة كلها جماهير المأسورة كلها جماهير إحنا مش شايفين أي أعضاء أمن خالص يعني ممكن تلاقي واحد فسط مية يعني لدرجة إن إحنا عشان نخش إحنا بنشاور بالأي دي بتاعنا يا جماعة دخلونا إحنا صحفيين إحنا واقفين على السلم حصلت مواقف حتى كوميديا مع أحد زملائنا الجماهير التونسية ملاياتوا إنها تخش دورة المية بين الشوطين طبعا دحق يعني حاجات كوميديا تدحك حاجات كوميديا تدحك جدا في المباراة مع كل هذا في خش التراجي يلاقي مثلا ناس بتنطم المدرج ودخلها بتحتفل في وسط الملعب فكات الدنيا يعني فيه يعني ارتباكات كتيرة جدا مش مفهومة حتى كان يعني يرافقني يعني في الكورس المجاور لها يعني مشجأ أنا شكيته ما مشجأ لكن لأ طلعه هو ظابط مباحث تونسي يقول لأ إحنا السناء دي التراجي لازم ياخدوا بطولة بأي شكل التراجي لازم ياخدوا بطولة بأي شكل لأن البلد عندهم هناك محتاجة انتصار كاروي يمتص بعض المشاكل اللي عندهم في تونس فكاتل حالة التحفز واضحة من الجميع من الجميع دي أثرت طبعا في الملعب أثرت في التجهيزات بالفرقة طبعا كابتن محمد يوسف اشتكى برضو من بعض المضايقات اللي حصلت فطبعا كاتل نتيجة يعني كويس نحن نقول إيه يعني لو على خسارة اللقب وأنك تكسب الأرواح لا ده مش مشكلة يعني الأرقاب يما هتيجي إن فيه فعلا الصحفيين بالفعل اتعرضوا لاعتداءات لا مش اعتداءات يعني حذك مضايقات مضايقات اللي يتعرض لاعتداءات المصورين 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 هم بيخشوا بنوار الملعب تحت بنزلوا أرض الملعب تحت طبعا مضايقات ولا أنتم مصريين برضو نفس النغمة شوفوا إيه اللي حصل في برج العرب حتى في فقعة المؤتمر الصحفي فيه جمهور كابتن محمد يوسف مثلا مع أول تصريح ليه في المطور الصحفي لايه ناس بتتهكم ورانا مفيش أي سيطارة خالص على الوعد إذا كانوا احنا هنا بنشتكي مثلا من بعض مثلا التجديد لا هناك كان فيه حالة تسيب عامة في كل حتة في الملعب طيب أنت تنصح إيه بقى يعني أنا إحنا شوفنا يعني الكلام ده وإنت طلعت قلت أنا اديت هناك وغيرك 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 من الصحفيين ومصورين ومشجعين مصريين كانوا موجودين هناك في تونس عشان يحضروا مبارات الأهلي والتراجي والتونسي أنت تقول إيه بقى للجمهور المصري إحنا هنا طبعا عندنا مباراة مهمة إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية قصاد منتخذ تونس أكيد هيكون فيه مشاجعين توانسة موجودين هنا في مصر تتوجه بقى إيه للجمهور المصري يستقبل إزاي الجمهور التونسي لا يعني خلاص هي أحداث مبارات الأهلي والتراجي عادة طبعا إنت هتبقومة دلوقتي دولة على الناس جايين عندنا ضيوف لازم نحطهم فوق بالزبط كده إحنا برضو اعتدنا أن إحنا كجماهير مصرية ما عندناش أي مشكلة مع ضيوفنا خالص إلا إذا مثلا حصل بعض المنواشات ودية ما حصلت قبل كده بتحصل في أي حتة في العالم بتبقى فيه مثلا أحداث مباراة فيه توطر فيه مثلا منافسة جديدة فيه حساسية فيه كل حاجة لكن أعتقد المباراة القادمة بين مصر وتونس ما فيهاش الحساسية اللي كانت بين الأهل والتراجي الأهل والتراجي نهائي وفريق كاسبان تلاتة واحد وفريق عايز يأكد يأكد مثلا نفوزه وتتوجه بالبطولة وفريق تاني عايز يسعى للتعويض بشحن جمهيري لكن مباراة مصر وتونس يعني شبه تحصيل حاصل لأن الفريقين ضمنوا بالفعل أنهم يساعدوا الكاسبهم أفريقي 2019 لكن هتكون مجرد فوز لضمن الصدارة حتى لو فيها حساسية يعني إيه المشكلة لما نكون متحضرين نتعامل مع بعض بطريقة أحسن واري ناس قد إيه إحنا فيه بيننا عروبة فيه بيننا يعني إحنا عرب إحنا أفرق زي بعض يعني ليه بيحصلوا ويهي حتى هنا في مباراة الأهل والتراجي بورج العرب ما كانتش فيه مضايقات بين الجمهورية يعني الجمهورين ما اشتبكوش مع بعض خالص ما حصلش أي مشكلة هي كانت المشكلة تصريحات كابتن معيني الشعباني هي الألهابت الدنيا أو وطارت الدنيا فأعتقد دي كان لها أثر على الشحن الكبير جدا والراجل في تونس هناك كان بيتكلم بمنتهى الهدوء إحنا شفنا تصريحاته هنا في بورج العرب كان فيها توطر شديد جدا ما كانش يعني فيها قدر من الحكمة أو الخبرة إنه هو يتعامل مع الموقف حتى لو حصلت مضايقات كده أنت ممكن تصعد الأمر مثلا بشكل ما في الغرف المغلقة لكن مش تصريح للعلن كده إن إحنا تعرضنا وتعرضنا وتعرضنا هينصاقوا وراك ناس كتير قوي وإنت اللي هتشيل زنبهم بالزبط كده وطبعا الحمد للغاية ما بنقول إنه كان برضو فيه تحذيريات هنا من القاهرة يا جماعة برضو نلتزم درجات دبط النفس وكل حاجة الجمهور الأهلي ما أخطأش في أي حاجة خلص لأ وجمهور كان راح يشجع ما مش أي مشكلة وأنا بتمنى الصراحة من جماهير الكرة المصرية لما يكون في حضور جماهير المنتخب تونس يا جماعة هو ده الرد أنتوا تردوا تقولوا إحنا أحسن وإحنا بنعملكوا أفضل من أنتوا عملتونا وأنتوا على راسنا هنا أنتوا ضيفنا بالزبط ده رأيي طيب نرجع نتكلم بقى فنيا عن لقاء النادي الأهلي والترجي التونسي بعيدا بقى عن الأجوال المشحونة دي والسليبيات اللي إحنا استعرضناها استعرضناها دلوقتي معي إيه الأسباب من وجهة نظرك اللي خلت النادي الأهلي يبان بالشكل ده في اللقاء اللي فات والله يا نقدر نقول أن كانت مباراة مفتوحة على كل الاحتمال طبعا نجاح الترجي أن هو يسجل هدف في مرمى الأهلي هنا في القاهرة كان طبعا إدى قدر من الأمل الكبير للنادي الترجي أن تكسب 2-0 فوسة ملعبك بس ما كانش الأمل القوي يعني النتيجة لو كان فيها أمل فكان الأمل أكيد لصلاح نحنا وكمان غير كده المستوى متقارب لكن في نفس الوقت النواقص عند النادي الأهلي أو الغيابات عند النادي الأهلي مؤسرة جدا احنا بنتكلم مثلا النادي الأهلي بدأ البطولة بتشكيلة معينة التشكيلة دي فأدت خمس عناصر رئيسية صحيح طبعا يعني أحمد فاتح باكيمين معلول بك شمال عندنا أزارو مثلا راس الحربة الصريح صنوع الألعاب الاتنين عبدالله السعيد رحل عن النادي الأهلي أجاي مصاب فانت خمس لعيبة من التشكيل الأساسي طبعا بي أصد دي زمان كان الناس يبقى غيبة عندهم لعبة ويقولوا احنا غابنا عندنا النهاردة صنع الألعاب وفي نافجة أسلبية سببها غيابهم مش عارفة احنا عندنا خمس لعبة من القوام الأساسي للفريق مش موجودة احنا لو شفنا في كل الأندية العالمية لو مثلا برشلون ريال مدين منشستر هنلاقي كل فريق محافظة على قوام مثلا الفيرة دي بترى مع بعض ترى 4-5 سنين مع بعض احنا مثلا لما شفنا السنة دي لما ريال مدريد فقط كريستان ورنالدو برحيله اليوفينتوس الدنيا تأثرت مثلا على ريال مدريد صحيح غاب عنه كريستان ورنالدو تخيل بقى ان خمس لعبة من القوام مرة واحدة مش موجودين زائد العناصر لعواضيتهم برضو مش بالخبرة الكافية ومش بنفس الأداء مش بنقلم إمكانياتهم الفنية لا إمكانياتهم الفنية كويسة وكل حاجة بس انهم يوصلوا للفورمة اللي وصلت للمجموعة قبلها محتاجة وقت طبعا الدنيا دايقة أو الوقت دايق في نهاية أفريقيا انت مش محتاج انك تجرب مش محتاج انك تزبر فدي أعتقد من ضمن الحاجات اللي أثرت ان كان في بعض عناصر الخبرة المفؤودة في المعلى ما كانش فيه غير وليد سليمان بس وانصر الخبرة صحيح والباقيين اللي عيبة ممكن تكون أول مرة تلعب وصوات الحجد الجماهيري ده وفي الأجواء دي وكان مأثر عليهم جدا وكان حجد الهائل جدا آه يعني كان كلام فوق مثل 50 ألف متفرج وتشجيع جنوني وهيستيري 90 دي ما بيبطالش من الأول دقيقة الآخر دي من الأول دقيقة الآخر دي وفي الإحماء كمان فالتشجيع جنوني طبعا ده مش متعودين هنا عليه مثلا في مصر أو بعض اللعيبة مش متعودة عليه لكن كان عنصر الخبرة مثلا أو حتى موجود 2-3 مثلا زي أحمد فتحي ومعلول أعتقد كتلفرة مسكت نفسها شوية عن كده احنا هنا فين وفين لما منقبل جمهورنا بالضبط كده صحيح خليني أسألك بعد اللقاء ده سمعنا كلام كتير جدا من كابتن محمود الخطيم رئيس النادي الأهلي والكلام ده بمعنى أنه هيكون فيه تغيير كبير جدا في منظومة كرة القدم في النادي الأهلي هيكون فيه انتقالات يناير القادمة هيكون فيها مفاجآت وكمان الانتقالات الصيفية القادمة هيكون فيها مفاجآت هيكون فيها عيار صفقات من العيار السوبر زي ما بيقولوا هيكون فيه اختلاف هيكون فيه كل ده هيتحدد إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي هيكون فيه اجتماع ما بين مجلس إدارة نادي الأهلي والجهاز الفني والإداري وكمان كابتن محمود الخطيب طلب من جهاز الإداري والفني والطبي تقديم تقارير شاملة ووفية عن كل لاعب في النادي الأهلي عشان يقدروا يقفوا ويحطوا قدهم فين المشاكل اللي عندنا اللي محتاجين نغيره اللي لازم يحصل في الفترة اللي جاي عندنا لسه دوري عندنا كاس عندنا بطولة كاس زي الأندية العرب عندنا داخلين على مرحلة كبيرة طبعا في كمان منافسات دوري أبطال أفريقيا يمكن شهرة نصر اللي جاي هنبتديها هتبتدي في شهرة نصر تخلاص في شهر ستة تقريبا خمسة أو ستة داني عندنا مرحلة مقبلة مليانة مفعمة بالبطولات فكان لازم يكون فيه وقف التغيير وكان لازم يكون طبعا تفتكر الخسارة دي هي اللي كانت زي جرس الإنذار للتغيير يعني الشألاب اللي هتحصل في جهاز الكرة بس لازم نشير أن تصريحات كابتن محمود الخطيب أشارت لحاجة مهمة جدا جدا أن كان فيه حالة من الفرحة المبالغ فيها بعد مبارات الزهاب صحيح ودي لو تصربت للجهاز الفني أو لعبين وهو أشار لها بشكل عام ما حدتش أنه نبقى فيه كان فيه حالة من الفرحة المبالغ فيها أن البطولة خلاص ضمنها بعد الفرس 3-1 في الزهاب صحيح كنادي الأهلي هالحالة دي مثلا من الجمهير هنقول مقبولة جمهور بيتفاعل لكن تبقى الأزمة الكبيرة لو الحالة دي تصربت للجهاز الفني أو اللعبين هتبقى دي مشكلة كبيرة جدا بلعكس بلعكس كان كلام كابتن محمد يوسف الفترة اللي فاتت دي كلها وتصريحات اللي طلع منه يا جماعة المطش اللي جاي هو البطولة المطش النهائي هو البطولة في رادس مش عايز اسمع نغمت كابين علي في رادس مش عايز اسمع كلمة احنا رادس ده ملعبنا مش عايز دخول بقى في التاريخ وإحنا في سنة كام عملنا ايه وفي سنة كام عملنا ايه التاريخ مش هو اللي هيجيب المستقبل كان فيه كلام كتير جدا وضح كمان انهما كانوا على وعي ودراية باهمية اللقاء ده بس اللي حصل ده بالزبط اه هو بالزبط يعني تصريحات كابتن محمد يوسف دي حتى كانت قابل مبارات الزيب ان احنا خلاص ننسى ان الاهل ملعبوا في رادس والكلام ده كله وكل ما يصار في الاعلام او كل ما يتردد في الاعلام فكان فيه حالة ممكن تكون من السقة الزي ده ممكن تكون مثلا كان راسم سيناريو معين كانت يكون تصرب من الجماهير ده امر طبيعي الاعلام برضو بدأ ان هو يحفز بروح معنوية او بروح ايجابية لكن كانت تبقى مشكلة كبيرة لو فعلا تنقلت للعب طبعا الفترة اللي جاية محتاجة تغيير شامل الفرقة فيها نواقص كتيرة جدا الفرقة محتاجة دعم كبير جدا فترة انتقاط الصيفة للأهلي ما استفدش بها بشكل كبير من اللعيب الوحيد اللي فرض نفسه من بداية انضمامه كان سليف كل بالي لكن بقية اللعبة اللي انضمت مطلع الموسم اللي احنا شغالين فيه ده الاهلي ما استفدش منها الانتقالات الشتوية القادمة شهر يناير كلها شهرين ونبتدي في الانتقالات يمكن اقل فيها من شهرين شايف ان هدي قالي محتاجي دعم انهي مراكز بالأخص يعني بعينها بالأخص طبعا طرفين المعلعب الباك اليمين وباك الشمال وضحت جدا بعد اصابة احمد فتحي في مشكلة كبيرة اصابة محمد هاني كان مين اللي بينزل كريم ندفد اللي هو بقاله فترة كبيرة جدا بعيدة عن الملعب والبديل التالت باسم علي برضو فترة من الاصابات الطويلة جدا نحي التاني برضو قل باك الشمال بقع برضو اصابة علي معلول ايمن اشرب برضو ما سدش الصغرة بالشكل المطلوب صبر رحيل برضو بعيد عن الصورة بشكل كبير فاذا طرفين الملعب دول حاجة مسة جدا جدا للنادي الاهلي كذلك راس الحربة برضو مع غياب ازورو بنلاقي ان الجاب كبير جدا بينه وبين اللي بينعب نفسه محتاج ان هو يلعب اكتر محتاج ان هو ينسجم اكتر مع الفريق محتاج فرصة يعني محتاج وقت ومنفعش انا قدي اللعيب فرصة في نهاية افريقيا يعني هو تدريجيا برضو في مسئولية على الجهاز الفني في التعامل مع بعض اللاعبين بالاخص اللي عليهم امال كبيرة زي صلاح محسن زي ناصر ماهر زي احمد حمدي زي مستقبلن صلاح جمعة مفروض اللعيبة المدير الفني عليه دور كبير جدا مع الرباع ده بالتحديد لان الرباع ده معقود عليه امال كبيرة جدا لعيبة مواهب كويسة امكانات فنية الفريق محتاجها لكنها محتاجة نوع من التقويم محتاجة نوع من الاحتواء بس في نفس الوقت اللعيبة دي مش هينفع هي اللي تقود من غير عناصر خبرة عناصر خبرة برضو مطلوبة في اي فريق انت مش هينفع تبدأ يعني مش هينفع تبني فريق جديد بدون عناصر خبرة عناصر خبرة دي متمثلة في حسام عشور احمد فتحي فالعناصر خبرة نفسها منهكة برضو من ضغط المباريات شفنا اصابات مؤسرة لحمد فتحي قبل النهاية الافريقي شفنا برضو اصابة علي معلول حسام عشور وعمر السوليك برضو كان راجع من اصابة طويلة واصيب مرة تانية فاعتقد ان هي الرباع ده بالتحديد هيكون عليه مسئولية كبيرة جدا جدا اذا الفريق استفاد به لكن المسئولية الاكبر هتقع على المدير الفني او الجاز الفني وازاي يقوم اللعبة دي ويحتويهم ويديهم رسالة ان لعيبة مهمة لعيبة مهمة حفظوا بقى على سلوكياتكم برا الملعب لان اللعيب مش جوه الملعب بس اللعيب برا الملعب يعني اللعيب في التدريب حتى صالح جوه مع نفسه قال انا فعلا اقتناعت ان الموهبة وحدها مش كفاية لازم نكون اكثر منضباطا اكثر الالتزاما واكثر جدية في التدريبات والتركيز والكلام ده كله وابعد عن اي مشاكل برا الملعب فاعتقد ان الرباع ده دوره هيكون مهم جدا 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 مع العناصر اللي هتضاف للفريق في يناير اللي جاي طيب عندنا خبر جي من شوية بيتكلم عن معاد اول ظهور لنيدي الاهلي في الدوري المصري الممتاز بعد مخرج طبعا من البطولة الافريقية بيقول الخبر ان حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة عامر حسين 1 ديسمبر اللي جاي معاد لاول لقاء لنيدي الاهلي في الدوري المصري الممتاز وحطت لجنة المسابقات لنيدي الاهلي في مواجهة المؤولين العرب يوم 1 ديسمبر اللي جاي على استاد السلام في الاسبوع الستاشر من الدوري المصري الممتاز تم تأجيل مباراة الاهلي قصاد سموحة في الاسبوع الخمستاشر وده طبعا بسبب ارتباط النادي الاهلي بمواجهة الوصل الاماراتي اللي هتكون في دبي ان شاء الله يوم 22 نوفمبر اللي جاي وبالمناسبة الداخلية دلوقتي خسرت اوساد المؤولين العرب بهدفين للا شيء فإذا المؤولين العرب على الداخلية بهدفين للا شيء نرجع تاني لكلامنا وكنا نتكلم عن التدعيمات اللي محتاجها النادي الاهلي طب خلينا سألك كده لو انت ليك رأي في الموضوع تختار مين من الدوري المصري للنادي الاهلي دعم به في يناير القادم ومين هتختاره يكون اجنبي ولو ان احنا عندنا يمكن تلات اجنب عندنا محتاجين يمكن عندنا مكان فاضل لاجنبي واحد في النادي الاهلي والله العناصر المحلية المميزة مش كتير قوي يعني برضو يعني خلينا في الصورة يمكن العناصر الاجنبية اللي في كل فرقية يعني مثلا بنشوف فيه باولين فوافي في المقاصة العيب مميز جدا بنشوف برضو فيه عناصر تانية مثلا زي طار محمد طاردم صحيح من المؤولين العرب متمسكة جدا ببقاءه جوه العناصر هو طبيعي ما فيش فريق هيسيب لعيب في منتصف الموسم خصوصا الدور التاني بيكون اصعب واقوى مع يعني شدة صراع المنافسة على الهبوط وصراع النقطة والكلام ده كله فصعب ان هو يسيب لعيب في وسط الموسم دي نقطة نقطة تانية برضو انا بفضل دايما اللعيب اللي يجي في نهاية الموسم اللي هو بيبتدي فترة اعداد جديدة لو جي في نص الموسم يا عالم الدنيا هتبقى ماشية ازاي ممكن يكون الفريق ماشي بشكل كويس فهتجيب اللعيب وتركنه فمش هتقدر تستفيد بيه بشكل كبير الا بقى لو هتجيب لعيب مثلا سوبر يجي يخش على الفرق على طول فمش هيبقى محتاج لكن برضو لازم نشير ان طهر محمد طهر عنصر لسه شاب صغير صحيح برضو هيحتاج من الخبرة ويحتاج من الوقت ان ينساجم مع اجواء النادي الاهلي واجواء الضغط يعني عشان انت مجيبش لعيب صغير وتحرقه في ضغط المنافسة هتلاقي ممكن مثلا بتخسره بعد مبارتين تلاتة مثلا لو مسجلش اقولك اهو اللعيب الفلاني اللي الاهلي جابه مستفدش بالفريق او يبتدي بقى الاحصائيات جاب كم جون ولعب كم مباراة والكلام ده كله فالدنيا لازم تكون مقننة بشكل كويس في مثلا باهر المحمد يونصر كويس جدا في منتخب مصر فالعناصر المحلية المتوفرة في الدوري مش بالقوة الكافية وليد سليمان برضو وليد سليمان لازم نحط في الحزبان انه الراجل عنده 33 سنة 34 سنة يعني اذا يعني قدم للفريق عطاء هيقدم سنتين ثلاثة بالكتير اوي لازم ان تبني بقى مثلا لخمس ست سبع سنين قدام وبرضو شوفنا وليد سليمان في المقرات الراجل ما كانش فيه المعاولة الكافية ليه الراجل كان يعني مش هنعتمد على وليد سليمان على طول الفرق مش هتعتمد على وليد سليمان بشكل دائم لازم ان يكون فيه عنصر واثنين وثلاثة عشان كده بنقول ان ناصر ماهر دوره هيبقى مؤسر جدا ان احمد حمد يبقى دوره مؤسر جدا بس لازم تقويم الاهلي عنده عناصر مميزة بس محتاجة مدير فني قوي قوي الشخصية يبقى يلوم اهميتهم في الفريق وفي نفس الوقت يبقى الدفع بهم تدريجي لازم عناصر الخبرة تكون نحافظ عليها دولة المصري احنا لو شفنا حتى خيارات المنتخب المصري يعني ما فيهاش تنوى كتير صحيح ما فيهاش تنوى كتير هتلاقي نفس الاسماء هي هي وفيه كلام مثلا ليه وليد سمان بنضمش ليه مثلا محمود علاء في الزمالك لكن هات مثلا العيب في الدور المصري عامل طفرة مش هنلاقي برضو العيب اللي هو المميز قوي صحيح طيب سمعت تصريحات صراح جمعة من يومين او يمكن او هو من يومين بالضبط هو بيتكلم قال الدنيا ربع فرصة بس هو نثبت لكم اننا جدير ان يكون موجود في النادي الاهلي شوفتوا تصريحات دي ازاي والله هو شوفت تصريحات دي استغلال لموقف النادي الاهلي النادي الاهلي فعلا محتاج صانع ألعاب صالح جمع قال ان عبدالله السعيد كان هو محتكر منصب صانع ألعاب في الفترة اللي هو كان موجود فيه صحيح ودالوقتي رحل دالوقتي الفريق محتاج صانع ألعاب صالح جمع ألعاب صغير 25 سنة فهو شايف ان لنا ايه لما هرجع هزب الدوري أو هيكون لي مشاركة هيكون فرصة أن ألعب أكتر فهو زي المركز مطمعه فأعتقد صالح الحجوم عليه مسئولية كبيرة هل هيكون هو قد المسئولية؟ والله هيضيع على الفرصة دي إن الفرصة دي لو نادي الأهلي طبعا فيه تفكير كبير جدا جدا فيه إن هو كمان حاجة مميزة إن هي صفقة مش هتكلف نادي الأهلي حاجة هو الريدي يلعي في نادي الأهلي وحقيقة الراجل ده موهوب جدا موهوب وكمان متعود على أجواء الفرقة يتدرب مع المجموعة دي وعرف المجموعة دي وعرف الأجواء الدنيا ماشية إزاي واعتقد على الضغط وقدم في فترة من الفترات يعني إعداء كويس جدا ولعب مباراة السعود لكاس العالم مع منتخب مصر لكن هو اللي ضيع الفرصة من إيده فصالح جمع لو ما استغلش الفرصة دي ممكن تكون الفرصة الأخيرة ليه تماما تماما وهيدخل نفسه في سكة ممكن ما يرجعش منها تاني نتمنى أنه يحسن استغلال الفرصة دي بإذن الله لو يكتب له أنه ياخدها من طبعا هيتم تحديد قيده من عدم ويوم الخميس اللي جاي في الاجتماع القادم صحيح لمجلس إدارة النادي الأهلي مع الجهاز الفني والإداري للفريق طيب نروح بقى لمنتخبنا الوطني الأول بعيدا عن لقاء النادي الأهلي ولقاء الترجي التونسي واللي حصل في يوم الجمعة اللي فاتت طبعا كان يمكن أسبوع حزين جدا على جماهير الكرة المصري لتحديد جماهير النادي الأهلي واللي طبعا واضح أنه كان عندهم اكتئاب بقالهم تلات أربعة تيام شوفنا مسيرة في الشارع يمكن للشباب بيعيطوا بيكوا بالدموع عم بسبب الخسار ما هي دايما كرة القدم هي متنفس يعني واحد مثلا ممكن يعني بتعبر عن كل حاجة بتطلع كل مشاعر غضب فرحة الكلام ده كله ممكن تكون متنفس لناس كتير بس برضو إحنا مش عايزين إحنا عايزين نربي في الجماهير ثقافة يعني مهمة جدا عن通 الأحيا عند جماهير النادي الأهلي دي مش موجودة بالضبط كده لابس هي لازمة تكون موجودة كل فرق العالم بتكسب وبتخसر ما فيش فريب يعني المشكلة وكمان المشكلة مش في الجماهير النادي الأهلي معندهاش ثقافة الخسارة جماهير النادي الأهلي معندهاش حتى ثقافة احنا نفوذ ونلعب وحش لا احنا عايزين نلعب حل ونفوذ ونعمل أعلى أرقام ونجيب أعلى نقط وكل حاجة ده جمهور النادي الاهلي بحس انه صعب جدا انك تغيره تفكيره ده ولما تيجي تتكلم ما يقول هو النادي الاهلي هو اللي عودنا على كده من الاول احنا اتولدنا لقينا نفسنا على طول كازبانين هو واحد زي ما يكون متعود على حاجة معينة فجأة الحاجة دي مثلا تقطعت او مثلا حصل لها درب هو بيحسن ان ده حقه المكتسب اه بالزبط كده طبيعي ان انا باتنفس طبيعي ان الفريق سببتو لا لكن لازم برضو يعني ان ربي فكرة ان لا انت ممكن تقدم كل ما عندك وتبزل اقصى ما لديك وما توفقش وتنجحش عادي ممكن بقى تشلك خطوة اكبر تشلك نجاح اكبر ممكن تكسب بطولة افريقيا في وقت تاني وتخش وتروح تاخد كاس عامل اندية يعني بقى انت كده عملت انجاز اكبر واعلى ممكن يعني ممكن تكون مثلا الموسم اللي جاي النادي الاهلي مثلا يتوج بكل البطولات فاحيانا جمهور او لا يزب الجمهور يبقى عنده ثقافة الهزيمة لكن احنا هنا عندنا في مصر بتحديد جميلنا دي قال عايز افريق يكسب يخسر سواء اداءه كوي سواء اداءه وحش ما بتبصش لاعتورات تانية يعني ده برضو بيعمل لود كبير جدا على اللعيبة انت لو ضغطت جامد مع اللعيبة برضو لسه بتكتسب خبرات التشكيلة اللي لعبت المبارد نائية لعيبة كانت من خمس ست شهور كانت لعيبة احتياطية كلهم خمس او ست لعيبة منهم كانوا بعيدة عن الصورة تماما فلازم ان تدي الثقة خلاص قولت الناس دي عملت اللي عليها وقدمت معاليها ننسانت بقى للفترة اللي جاية ونشوف الفترة اللي جاية للفترة اللي جاية وردو الدنيا مش هتوقف عند اخسارة بطولها لا في بطولات يا ما جاية كتير سهيح نروح لمنتخبنا الوطني الاول بقى واختيارات اجاري المحلية واختياراته للعيبة المحترفين شفت الاختيارات دي ازاي ايه ايه زي ما اقول لي يعني كل مدير فاني بيميل الاستقرار يعني هو جرب مجموعة معينة زي ما نقول اهل الثقة انا جربت مجموعة معينة في ثلاث مباريات دي النايجر وسوازلان وقدت المطلوب عليها وقدت الفكر المطلوب فهو مش محتاج مغامرة ومش محتاج تغيير خاصة المباراة تونس ها اصعب من اللي فات فهو عايز يجرب بقى المجموعة العمل دي اللي اشتغل بيها ونقول في مباريات مثلا رسمية بطابع ودي شوية طبعا للفوارئ الكبيرة بين مصر والنايجر وسوازلان لان جربهم بقى ايه في احتكاق اقوى ديد تونس عشان برضو دي هتكون من اقوى البروفات قبل كاس افريقيا لان احنا كمنتخب مصر مش همع عنده فرصة لانه يلعب مطشط ودية كتيرة قبل كاس افريقيا اللي عنده الالتزام اللي جاي في شهر مارس مع النايجر وفي مباراة ودية مثلا ممكن تتلعب مثلا قبل البطولة مباراة واثنين لكن مباراة تونس هتكون اهم احتكاق للمنتخب مصر اهم اختبار كمان لاجاري صحيح يكون الاختبار الاول والحقيقي ولازم من الجماهير ما تبالغش في رد الفعل يعني مثلا لو حتى لا قدر الله المنتخب قسر او تعادل ما تبالغش لأ لسه برضو الراجل قدامه يدينه فرصة انه يشتغل ويقدم شغله ونتحكمش عليه من دلوقتي اختيرات اجاري المحلية مروان محسن طرق حامد ايمن اشرف محمد الشناوي محمود حمدي الونش باهر المحمدي صلاح محسن محمود من ودي دجلة محمود عبد الرحيم جنش محمد ابو جبل من سموحة محمد حمدي من بيرمدز احمد ايمن منصور من بيرمدز واسلام جابر من الدخلية محمد طهر من المقولين العرب وتم استبعاد عمر السلية ومحمد هاني لعيبة النادي الاهلي بسبب الاصابة شايف الاختيارات دي عاملة ازاي او شايف مين اللي اتظلم بعدم استدعاؤه لمنتخب طيب هناخد السؤال ده لكن بعد الفصل فصل ونرجعنا نكمل معاكم مرة تانية رجعنا مرة تانية ولسا مكملين معاكم معانا واستاذ محمود باهي الناقد الرياضي منورنا في الستوديو النهارده كنا بنتكلم معاك عن اختيارات اجاري للاعيبة المحلين وقلنا ان ما فيش اي جديد يعني هو الراجل بيفضل الاستقرار وما استدعاش يمكن ولا لعب جديد في المعسكر اللي موجود دلوقتي وطبعا ده بينطبق برضو على اللعيبة المحترفين ووضح ان احنا دايما بنستدعي كل اللعيبة المحترفين اي حد محترف فيه حتى بيكون موجود عندنا في المعسكر هو طبعا هو المدير الفاني الاجنابي دايما وده اللي رسخه في الفترة اللي فاتت هكتور كوبر بيعتبر ان اللعب المحترف في دوريات اوروبية حتى لو هو احتياطي هو اكثر جهزية بدنية وفنية من اللعب اللي بيؤدي في الدورة المصرية وانت بتوافق الرأي ده؟ والله هي بتبقى انطباعات يعني او هي قراء هو ممكن تكون صح ممكن تكون غلط يعني هي بتبقى رهان السلاح زوحدين يعني مثلا جينا فترة ما كان بيجي لعبة في منتخب مصر تحت قيادة كوبر ما بيلعبوش في عندهتهم صحيح وموجودين في القائمة اثروا اثروا بتبقى ايه اليقط المباريات برضو بتفرق التدريب غير المباريات الرسمية لكن برضو في الناس وقت احنا بنقول يعني المنافسة في الدوري المصري ما بتفرس اللي هي لعناصر البرزق او اللي هي تجبر تجبر المدير الفني ان هو ايغامر ما عادة مثلا ايه مثالين او ثلاثة مثلا زي وليد سليمان في النادي الاهلي لا اصلا بيروحش اه يعني هو طبعا في اعتبارات ان هو السن ومش السن طب وايه المشكلة ايه المشكلة طب هو ما لعيب قادر ما انت هتستفيد السن ايه يعني لو الاهلي لو كان كسب بطولة افريقيا السنة دي كان دوري ابطال وليد سليمان راجل ماسك الفرقة من ايه تزد هو اللي شايل الفرقة لغاية اخر مباراة ليه ما تستفيدش بالعيب في الطب فورم بتاعته يعني هو ممكن ما يوصلش للمستوى ده في فترة تانية حقيقي في نادي الزمالك محمود علاء راجل استغل الطب فورم بتاعته يعني هو راجل وصل لمرحلة معينة انت بقى دورك كمدير فني انك توظف انك مثلا تطور حتة معينة شايفة نقصة فيه انك تدخله في مجموات العمل ابن انت ناوي انك تنفذها لكن بشوف ان فيه نوع من مش الاستسهال يعني نوع انا اخترت مجموعة اشتغلت بها عملت اللي انا عايزه وفي خلاص ما ببصش لأي تغيير او ما بقاش عايز لعب كتير في التشكيل فكان الاسر وحيد اللي كان حصل تغيير فيه كان رمضان صبحي باستبعاده وانضموه للمنتخب الأولمبي رمضان صبحي هعمل ايه في المنتخب الأولمبي هل رمضان صبحي بيمثل اضافة للمنتخب الأولمبي برغم طبعا عدم لعبه وجلوسه على دكة البودلاء لفترة طويلة جدا في هجرس فيوتها والانجليزي ما بالزبط كده لان هو برضو فرصة رمضان صبحي مع المنتخب الأول هتكون ضعيفة جدا هو العيد ما بيلعبش مع فرقته الجديدة من بداية الموسم فيه كذا أصابة فيمكن فرصته مع المنتخب الأولمبي مثلا كذا ماتش ودي يبتدي يستعاد ليقتو هتبقى زي بروفات تجهزه انه ما بيلعبش برضو في الدوري الإنجليزي انه برضو الدوري الإنجليزي فريقه موقفه صعب في الدوري فبرضو ما فيش مجال المجاسفة بلعيب يعني مصابه في نفس الوقت وصغير في السن يعني برضو رمضان صبحي الناس لازم تبص انه عنده 21 سنة 22 سنة لسه قدامه هو ماشاء الله عمل تلك كبير مع نادي الأهلي في وقت صغير جدا هو تصعد بدري جدا طبعا بالزبط كده فالناس بتبقى متخيرين انه والله صحي اللي عنده 28 ساعة و 20 سنة لا يا جماعة هو لسه صغير لكن برضو بقاقوا مع الفرق الإنجليزي ما بيلعبش سوى برضو في ستوب سيتي طب انت ايه رأيك في موقف رمضان صبحي هل الأفضل لرمضان صبحي مثلا نرجع للدوري المصري مرة تانية يلعب في الندي الأهلي ولا الأفضلين يفضل على دكة البودلاء في هيدرس فيل تاون الإنجليزي هو لو في احتياجات فنية النادي الأهلي محتاجه طبعا لكن مثلا برضو نشوف رغبة اللاعب هو برضو طلع من يومين قال اننا مش هايزارك الموضوع مش في حساباته هو شايف ان الأفضل انه هو يفضل في الدوري الانجليزي ده هيكون أسهل ان ينتقل لنادي أكبر ونادي أفضل بس ده برضو في حالات انه هو رجع وشارك بشكل أساسي وتم من الاعتماد عليه لكن ما صنعش انه هو طول ما هو قاعد على دكة البودلاء هيكون سهل انه هو ينتقل من هيدرس فيل تاون الفريق آخر الدوري مثلا الفرنسي يبتدي يشارك في المباريات ويرجع لها او الدوري الإيطاري يبتدي زي ما عمل محمد صلاح بالزبط راح تشيلسي قاعد مثلا سنة كاملة كانت مشاركته قليلة جدا بعد كده راح فرنتينا ثم روما في سنة ونص الراجل أو سنتين الراجل رجع للواجهة من أفضل عيبة العالم فالقليل ما تفكرش التفكير ده ومتمسك بفرقة ورده لازم رمضان صبح يفكر ان الفرقة دي حتى مات لا تناسب إمكانات اللعب المصري الفرقة بتميل للقوة والاندفاع الهجومي وكلام ده كله مش الفريق اللي هو المهالي اللي بيعتمد على نقل اللاعب والبناء الهجمة من تحت لا فريق هادلسفيلد هو فريق انجليزي شوية يعني الفريق اللي هو بيلعب كورة انجليزية الكلاسيكية شوية مش فريق مثلا مش أرسنال مش ليفربول اللي هو بيلعب كورة على الأرض فكري متطور فأعتقده تبقى فرصته صعبة عشان كده الأفضل أنه هو يدور على نادي تاني في يناير ينتقل لي سواء في ألمانيا اللي هي دوريات أقل قوة ويبتدي هو يطلع فيها تدريجيا مع الوقت صحيح هنا لنرى لو أكيد كل التوفيق في مشواره الاحترافي بشكرك جدا كمان أستاذ محمود بهي النقد الرياضي في الشروق نورتنا النهاردة في الكلام في الميديا أكيد استمتعنا بوجودك معنا النهاردة بشكرك جدا على حسن مشاهدتك لنشوفكم بكرة بإذن الساعة 5 مساء في حلقة جديدة من كلام في الميديا ويوم سعيد عليكم شواء الله شكرا